انا هوريك لقطة دلوقتي توريك قد ايه الضغط كبير على كل من يمثل النادي الاهلي اسطورة كرة القم المصرية كابتن محمود الخطيب وهذه لقطة حصرية لبرنامج رقم عشرة بكاميرا رقم عشرة وهذه النظرات لله يدعو فيها انه الاهلي يفوز ضغط كبير ضغط كبير على مين على الاخطورة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اهو ده لما احتاج بطولة ولا محتاج انجاز ولا الارقام اللي جاية هتفرق معاه كل حاجة عملها في حياته لاعب ومدير كرة ورئيس نادي ونائب رئيس نادي وكل شيء كل شيء واخطورة كده كده سابتة يعني ايه يعني الاهلي خسر بكرة بعده 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 هيفضل خطيب اصطورة النادي الاهلي ورغم كده مضغوط بص الصورة انا مش جايبها لك عشان اقولك انه الكابتن محمود الخطيب بيدعي لله مع كل يلا بندعي كل يلا بندعي ربنا وبنبص له نقول يا رب كل جمهور النادي الاهلي بيقول يا رب دلوقتي مش مش هادي الحكاية الحكاية انه رأس منظومة النادي الاهلي رئيس النادي الاهلي يشعر بالمسئولية الكبيرة رغم انه مش محتاج كشخص يثبت حاجة مش محتاج بس هو عشان عارف ان الجمهور النادي الاهلي يستاهل ده انه لعبة النادي الاهلي يستاهل ده انه الجهاز الفني يستاهل ده الراجل ده تحت هذا الضغط اسطورة بس ما كدبش عليك انا بفكر لو انا ما كانه وفي هذا العمر انا هتضغط كل ده ليه انا عملت كل حاجة وكده كده انا على راس كل الاهلوية كلهم حطيني على راسهم بيحبوني بيعشقوني شايفيني اسطورة النادي على مر التاريخ فمش محتاجة ازبط حاجة الصورة دي قد ايه مهمة انها هتوصل لك رسالة انه بكرة مش هيبقى فيه دلعة لا من الجهاز الفني ولا من اللعبين بما ان رأس المنظومة في النادي الاهلي بهذا التركيز وهذا الضغط الكبير مؤكد اللي تحته مش هيستهتر ويلعبوا المطشب جدية كبيرة جد صورة بمليون جنيه لقطة بمليون جنيه وان شاء الله بنص مليار جنيه الجواز اللي هيخدها الاهلي لو كسب هذه البطولة ان شاء الله بإذن الله يا اخي الاهلي ده يا اخي في حاجة غريبة دايما يشرفك دايما يخليك فخور لما تشوف النهار ده هندن كريسبو اسطورة كرة القدم الارجنتينية مدرب فريق العين وهو يتحدث عن الاهلي بكل احترام وهو يتحدث عن مباراة الاهلي انها مباراة ايقونية شرف كبير لكرة القدم المصرية والرياضة المصرية بشكل عام النادي الاهلي دائما وابدا في هذه المحافل الكبيرة سواء على المستوى القري او المستوى العالمي بنا يكرم النادي الاهلي كلنا بكرة في ظهر النادي الاهلي كلنا بكرة بنشجع النادي الاهلي وبكرة ان شاء الله نجي هنا في نفس المعاد نحتفل ونفرح بالنادي الاهلي يا رب زي ما قالها الكابتن محمود الخطيب ودعا لله يا رب بإذن الله بكرة النادي الاهلي يفوز على فريق العين الاماراتي في بطولة الانتر كونتيننتل في مستهل مشواره ان شاء الله